بعد رفعها العالم العراقي فوق منطقة العالم تواصل القوات الأمنية العراقية بإسند الحجد الشعبي وأبناء العشائر وبدعم جوي عراقي زحفها نحو تكريت قائد القوة الجوية أكد أن هناك تنسيقا عاليا بين القطاعات العسكرية وسلاح الجو وقد بلغت الطلاعات الجوية 120 طلعا يوم أمس كبدت داعش خسائر كبيرة بالمعدات وقتلت العديد منهم على طول الجبهات تنسيق مستمر نحن جزء من المعركة لتنسيق رأينا القوات البرية ومعاكات الشعبي وهذا هو دعونا وهذا هو عملنا نحن لا نستطيع نفذ أي واجب بدون تنسيق لأن يجب أن نكون هناك تماس بالانتصال وتوجيهنا من قبل قطاعات البرية وقبل حجد عمي إلى أهدافنا فيما أشار وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري إلى الانهيار في صفوف داعش وهروبهم الجماعي بسبب التقدم السريع للقوات الأمنية لذا عمد التنظيم الإرهابي إلى زرع الكثير من العبوات الناسفة لوقف تقدم القوات كما ناشد الوزير العشائر في تكريت أم تكون صفا واحدا في مواجهة داعش خروب هذا غير مسبوك أبدا في هذه المحافظة نحن اليوم أمام خبث زرع داعش وهي السواتر الموجودة والعبوات نحن متفائلين جدا ستزف البشرة وسيرفع العلم في بناية محافظة صلاح الدين وتعود كل العوائل وناشد أهلي أيضا وأدعوهم أننا لا نسمع هذه الدعاية المغرضة كل عشائرنا سواء التكارتة أو البناصر أو البعاجين نحن عشيرة واحدة في صلاح الدين لكن بنفس الوقت لا نسمح للسيئين أبدا أن يعودوا بتاتا لأننا سننتظر صفحة أخرى داعشية إذا رحمنا هؤلاء الجبناء استخدام الأسلحة الحديثة في المعارك التي تدور رحاها في صلاح الدين لا سيما الدبابة برامز أحدث فارقا في قواعد الاشتباك مع العدو لتميزها بإصابة الأهداف البعيدة والقدرة على المناورة الليلية مقاتلون أكدوا أن هذه الدبابة تستخدم في عمليات التقدم نحو الأهداف لصعوبة مشغلتها من العدو كان دور فعالي الدبابات برامز خاصة في الليل من الإمام تمتلك هذه الدبابات من أجهزة متطورة في القتالات الليلية وأسلحة ذات مديات عالية صراحة العدو ما كان يصور أن نحن نقدر نصيبها ضمن المديات العالية فكانوا يتنقلون ضمن المديات عالية عندنا طائرات مسيرة كانت تستمكن العدو وتطينا معلومات ومن خلال هذه الطائرات تم استمكان العدو وحاليا كما يهربون بالجملة باتجاه نهر دجلة وليد الشيخ الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر